اتفاقات ما سمي بالمصالحة المحلية ورحيل الفصائل المسلحة ووقف القتال على هذا المبدأ الذي أتاح النظام بسط سيطرته على عشرات البلدات والمدن السورية أعلنت قوات النظام السوري مؤخرا وبالتزامن مع مفاوضاتها في الغطط الشرقية السيطرة على قرى في ريف حما وبحسب وكالة الأنباء الرسمية سانة التابعة للنظام أن قوات النظام دخلت قرى تقسيز زور والعمارة والمشداح والجمقلية وجور جمقلية وجور أبو دردة في ريف حما وسط ترحيب من الأهالي فيما أفاد الأعلام الحربي التابع لحزب الله بأن قوات النظام السوري بالتعاون مع القوات الرديفة بسطت سيطرتها في شكل كامل من دون أي اشتباك وأوضحت سانة أن خروج المسلحين جاء بعد التوقيع على اتفاق يقضي بانضمام المناطق سالفة الذكر إلى نظام المصالحات المحلية ووقف الأعمال القتالية حسب تعبيرها من جهة أخرى أوضح ممثل مركز التنسيق الروسي في حميميم أندريف لاديمريتش أن مسؤولية المركز مراقبة تنفيذ شروط الاتفاق والنظر في جميع الخروقات لها مع تقديم المساعدة لإنجاحه أما في دير الزور فأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتجدد الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام وتنظيم داعش الإرهابي في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور وأشار المرصد إلى أن ما يقارب أربعمائة إرهابي من تنظيم داعش اشتبكوا مع النظام والمقاتلين الموالين له أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرين عنصرا من قوات النظام إثر سلسلة هجمات شنها التنظيم على مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية ترجمة نانسي قنقر